موسيقى مساء النور والبركة عنوين النشر الرئيس الأسد يستقبل بلوفا واللقاء يتناول قضية الأطفال في مخيمي الهول والروج الجيش اليمني واللجان يسيطرون على مواقع استراتيجية قرب نجران العلاقات الصينية الروسية في تطور متسارع بوتين وشي يتفقان على إنشاء بنية مالية مستقلة موسيقى 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 استقبل الرئيس بشار الأسد مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بلوفا والوفد المرافق وخلال اللقاء دار الحديث حول قضية الأطفال الموجودين في مخيمي الهول والروج حيث تمت مناقشة الخطوات والجهود المشتركة السورية الروسية لإخراج هؤلاء الأطفال من المخيمات على الرغم من العقبات الكثيرة التي تضعها بعض الدول الغربية في هذا المجال وأكد الرئيس الأسد أنه على الرغم من أن هذا الملاف هو إنساني بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف معتبرا أنه على التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللا إنسانية نهائيا أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومة الشرعي رقم 29 لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوع النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين كما أصدر الرئيس الأسد المرسومة الشرعي رقم 30 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدية كذلك أصدر الرئيس الأسد المرسومة الشرعي رقم 31 للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل نشرت خلية العلام الأمني في العراق مشاهد قالت إنها توثق خروج القوات القتالية للتحالف الأمريكي من الأراضي العراقية وأشارت خلية العلام إلى أن الانسحاب جاء وفقا للاتفاق الذي حصل من خلال جولات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي لانتهاء وخروج القوات القتالية بصورة نهائية هذا العام والبدء بمرحلة جديدة تشمل تقديم الاستشارة المساعدة والتمكين سيطر الجيش اليمني واللجان على عدد من المواقع في سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية ووادي سلبة في مديرية خبوى الشعف الحدودية مع نجران في محافظة الجوف وتكمن الأهمية الاستراتيجية لجبل قشعان في إشرافه على منطقة اليتمة المركز الإداري لمديرية خبوى الشعف وصحراء الأجاشر الممتدة بين الجوف ونجران السعودية من جانبا آخر تتواصل المعارك العنيفة في الأطراف الفاصلة بين منطقة كرا وجبل البلق الشرقي في مديرية وادي عبيدة جنوب شرق مأرب انطلقت في شمال وجنوب قطاع غزة المحاصر مناورات تدريبية لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وذلك بهدف رفع الجهوزية القتالية وبحسب المقاومات تعد المناورة التي تحمل اسم ذرع القدس انذارا للاحتلال بأن المساس بالقدس سيؤدي إلى تفجير المشهد بشكل غير مسبوق كما أنها رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في القطاع زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى أكبر مناورة مفاجئة من نوعها في السنوات الأخيرة خصصت لما وصفه بالاستعداد للحرب القادمة وأضف جيش الكيان أن تدريبات تحاكي سنايوهات قتالية كجزء من الجدول التدريبي المخطط له هذا العام يأتي هذا في من تقدى تقرير صادر عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حالة الجبهة الداخلية للكيان على خلفية المناورات التي أجرتها الجبهة منذ أيام قليلة والتي أظهرت العديد من نقاط الضعف وعدم قدرتها على الصمود في حال وقوع أي حرب قادمة إلى جانب الاتفاق على إنشاء بنية مالية المستقلة لا تتأثر بالدول الأخرى أعرب الرئيس الروسي فلاديمار بوتين عن تطلعه لزيارة بكين في شباط فبراير المقبل لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشاتوية وخلال اجتماعه عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ اعتبر بوتين بأن العلاقات بين بلاده والصين تشكل مثالا يحتز به للتعاون في القرن الحادي والعشرين من جانبه لفت الرئيس الصيني إلى أن العلاقات مع روسيا صمدت أمام تحديات مختلفة أعلنت الدفاع الروسية أن قذفتين استراتيجيتين من طراز تو خمسة وتسعين أم إس نفذت دورية دامت نحو تسع ساعات فوق المياه الدولية في بحر أختسك وبحر اليابان وأضافت الوزارة أن مقاتلات من طراز سو خمسة وثلاثين أس رافقت القذفتين في مهمتهما هذا وتمثل طائرة تو خمسة وتسعين أم إس إلى جانب تو مئة وستين مكونا جويا من القوات النووية الروسية وتتخصص بتوجيه ضربات نووية وعادية إلى أهداف حيوية تقع في أعماق أراضي العدو كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن الفرقاطة التابعة لأسطول المحيط الهادئ مارشال شابون شيكوف أطلقت صاروخا من أحدث المنظومات المضادة للغواصات جواب وذلك ضمن تدريبا تم إجراؤه في مياه بحر اليابان وفي تصريحا عدائيا أعلن مسؤول أمريكي أن بواشنطن سترد على إيران بشكل مناسب في حال أي تصعيد نووي من جانبها وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بأن أطراف التفاوض الأخرى في فيينا قابلة أن تكون نصوص مقترحات طهران الجديدة على الطاولة أيضا بالمقابل قال ممثل روسيا في محادثات فيينا ميخايل أوليانوف إن جدية الفريق الإيراني الجديد في المحادثات كانت عالية فيما اعتبر مواقف الدول الأوروبية في المفاوضات بأنها مثيرة للدهشة وكأنها تجلس على طاولة المفاوضات لأول مرة وتتخذ بعض المواقف غير العقلانية شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن بلاده لن تسمح لأحد بالتدخل في برامجها النووية والصاروخية وسياساتها الدفاعية من جانب ثاني أعلن خطيب زادة أن المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما من جانبه أعرب منذوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي عن رفض بلاده استخدام القوة في الفضاء السبيراني إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل ستاكس نيت من قبل الولايات المتحدة والكان الصهيوني نعم طهران كانت ضحية للهجمات الإلكترونية من قبل الولايات المتحدة والكان الصهيوني هذه المجموعة تشكل مكانا مناسبا للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية طهران ترفض استخدام القوة في الفضاء السبيراني الرئيس الأسادي يستقبل بلوطا واللقاء يتناول قضية الأطفال في مخيمي الهول والروش الجيش اليمني واللجان يسيطرون على مواقع استراتيجية قرب نجران العلاقات الصينية الروسية في تطورا متسارع بوتين وشي يتفقان على إنشاء بنية مالية مستقلة هذا كل شيء شكرا لكرم المتابعة بإمان الله اشتركوا في القناة